هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست تابو معي أنا واردة بوداهر معي اليوم رولا غدار أخصائية بالتخزية الحدثية ورح نحكي عن صورتنا لجسمنا رولا شكراً كتير لوجودك معي لنحكي عن موضوع عن جد هلقدم أثر على حياتنا شكراً لإلك واردة أنا كتير مبسوطة أن أكون معك اليوم وهيدا الموضوع يعني موضوع عندك كتير شغف لإله وبحب كتير أنه تريز أورنس عنه أكتر وأكتر دايماً منشوف وخاصة هلأ على السوشال ميديا والعالم قاعدة بالبيت كل الوقت كتير عم ينحكي عن الجسم وأنا كتير نصحانة وأنا كتير ضعفانة رولا في جملة مرة أريتا هيكة دايماً دايماً بضلت قتع براسي إنه عن جد لو بتوع عن يساء العالم يوم من الأيام وبيقولوا إنه أنا بحب جسمي كلهم خلاص صاروا كلهم يحبوا جسمهم في شراك بتسوى ملايين بتسكر بالنهار زيته ده هدا الشي حقيقي هدا الشي كتير حقيقي وإذا بدنا نفكر فيها فينا نفكر من مئة سنة نحنا قبل ما يخلق الدايت وقبل ما يخلقوا هالشركات اللي عم تبيعنا خسارة الوزن واللي عم تبيعنا هالمنتجات كانت العالم عايشة مرتاحة كتير أكتر وكانت العالم بتحب حالة أكتر ومرتاحة مع شكلها أكتر لأنه ما كانت تشوف شو فيه برا وما كان فيه هالإعلانات وهالدعايات اللي عم تخليها تحس أنه هي أقل لأنه شكل جسمها مش متل شكل معايير اللي حطينا هيدا سقافة الدايت أو هيدا المجتمع تيعملوا مصاري أكتر فأكيد قالوا تأثير كتير كتير كبير على نظرتنا لحالنا على حبنا لذاتنا عم تقول كتير سقافة الدايت فيك هيك تعطينا تعريف شو هي سقافة الدايت هلأ سقافة الدايت هي مش بالضرورة نحنا نكون عم نعمل دايت تنكون جزء من سقافة الدايت سقافة الدايت هي متل معتقدات معينة بتأثر على تعريفنا للصحة بتأثر على نظرتنا لحالنا ونظرتنا لجسمنا سقافة الدايت إذا بدنا نعرفها باختصار هي بهمة ضعف أو بهمة الشكل أكتر ما بهمة الصحة وهي بتخلينا بتبيعنا هيدا الموضوع بتقلنا أنه كل ما أنتم كنتوا أضعف كل ما كنتوا صحيين أكتر بس هيدا مفهوم كتير خاطئ لأنه الوزن هو ما بيساوي الصحة وخسارة الوزن مش دايما شي صحية يعني في كتير عالم ممكن تخسر وزن تخسر وزن لدرجة يصير هيدا الشي مئزة لصحتها بس نحكي عن الصحة أنت أخصائية نفسية يعني بتعرف بأنه الصحة هي مش بس صحتنا جسدية هي صحتنا النفسية فأوقات خسارة الوزن أو نحنا بس نصير نحكم على حالنا بس نأكل إشي منعتبرها ملنا صحية أو بس نصير ننتقل جسمنا كتير بس نصير نحكي مع حالنا بشكل سلبي هذا الشي حيأثر كتير على صحتنا النفسية وكمان في بعض المضاعفات اللي ممكن تصير بس نحنا نحاول دايما أنه نضعف حالنا نضعف حالنا نضعف حالنا وهي أنه في كتير من النساء ممكن يخسروا البيريد لقلهم ممكن تأثر على هورموناتهم ممكن تأثر عن جدا على صحتهم الجسادية مية بالمية لأنه هيدا إذا بنا نقول الهوس بوزني وبشكلي بيودي لأترابات نفسية اترابات أكل أو غيرها فهو شيء واقعي يعني هيدا الهوس الدايم رولا عم بسمعي كتير عم بتقولي واضح أنك كتير ضد دايت وواضح هيدا شيء بس مثل ما بعرف أنه أنت بالأصل كنت أخصائية تغذية وكنت تحت دايت شو تغير؟ أنا إلى تقريبا سبع سنين بشتغل بهيدا المجال أول ما بلشت أشتغل كديتشن صرت أعرف كتير عن الكالوريز أعرف كتير عن الأكل شو فيه بقلبه قبل من أنا وصغيرة كان دايما أنه أكل بس جوع وبس إشبع بوقف وما عندي مثل قوانين على الأكل وكان دايما وزني يعني محافظة على وزن معين بس تبلشت أشتغل بالكلينك وصرت أعرف أنه لحظة هيدا الترويقة بقلبه 300 وهيدا الغداء بقلبه 400 ولازم استعمل الكبس ولازم انتبه على هيدا الأشياء بالحقيقة انتزعت علاقتي مع الأكل وصرت أنه أنا كتير بحب البرجر صرت إذا بدي أكل برجر هيدا أكلت المفضلة صرت إذا بدي أكل برجر حس بزنب صرت إذا مثلا سفرت صرت أنه ما أكل عادي صرت أكل كتير أكل أكتر من شبعتي وصل لمرحلة أنا متضايقة وأنا هيدا الأشياء ما كانت تصير معي قبل وهيدا الشيء كان من وراء سقافة الدايت ومن وراء الأفكار اللي كان عندي إياها على الدايت ولحظت أنه بالنسبة لإلي أنا أثر على صحتي الجسدية وعلى صحتي النفسية بشكل سلبي فقعدت هيك بيني وبين حالي وقلت لحظة إذا هذا الشيء لإلي أنا عم بأثر علي بشكل سلبي كيف بده يكون عم بيفيد الكلاينتس لإليه فصرت أعمل ريسورتش أكتر على المايد في الإيتينج أو الأكل بواعي بلشت بهيدا الموضوع وبعدين نفتت أكتر بالتغذية الحدسية والتغذية الحدسية لأنه بقلب عشر مبادئ بتغطي كل الأمور اللي بتأثر على أكلنا بتأثر على علاقتنا بجسمنا بتأثر على علاقتنا بحالنا كمانا فالقيت فيها كل الأجوبة اللي ممكن تخلي حدا يوصل للصحة الحقيقية اللي هي صحة بدون هوس وبس بلشت اشتغل فيها حسيت بشغف كتير كبير وحسيت حالة كتير مرتاحة أكتر حتى مع الكلاينتس لإليه يعني لقيت الأجوبة لكل الأشياء اللي قبل مثلا كنت أقول أنه يا الله أنه عطيتها دايت ليش ما ضعفت أو أخدت هذا الشيء ليش ما مشي لأنه وردي بآخر تنهار الدراسات فرجت أنه 95% من الدايت 95% بيفشلوا بيفشلوا بين بين سنتين لخمس سنين فإذا 95% من الأوقات لنقول إذا عنا دوا 95% منعرف أنه ما بيمشي هل نحنا منروحوا منشتريه؟ أكيد لا بس الدايت لأنه ثقافة الدايت عم تعمل كتير مصاري من هيدا الموضوع بتقنعنا أنه الدايت بيمشي بتقنعنا أنه الحق علينا نحنا يعني كيف كيف البزنس موضل تبع شركات الدايت بتمشي هي أنه بتعطيك الدايت جديد لنقول كيتو أوكي بتقلك أنه هيدا الدايت بيمشي شو بتفرجيك؟ بتفرجيك بفور ان افتر سور قبل وبعد سور قبل وبعد عم بتفرجيك إياها خلال 3 شهور أو شهر بتقولي واو ضعفت واو نجحت مش الحال فبتقولي أنه آه أوكي إذا هي نجحت وأنا ما نجحت يعني أنا الحق علي مش الحق على الدايت فبتروحي وبتقولي خليني جرب هيدا الدايت بعد مرة بتروحي وبتجربي بيمشي معك لفترة وبعدين ما بيقى بيقدر بيمشي فبتصير بتلومي حالك بتقولي أنا اللي ما عندي إرادة وأنا الغلاط وأنا جسم الغلاط وأنا هيك وبتوقف شوي بتفوت بمرحلة أنت عم تكل فيها كتير زيادة لأنه علاقتك مع الأكل صارت سلبية لأنه خايفانة ترجع بعدين تحرمي حالك مرة تانية وبترجع بتجربة دايت جديد فهيدا البزنس موضل ما بيروح أوتوف بزنس ليش؟ لأنه كل مرة أنت عم ترجع بدك تعملي مرة تانية دايت ترجع بدك تعملي مرة تانية دايت ما عم بتوقفي مية بالمية ونحنا لأنه باعتقد ومني أنا عملك أنا لأنه كتير مجربي دايت لأنه ومرة عملت وقتها بوست عنه أنه أنا كنت 48 كيلو يمكن لما فتت على الجامعة لما تخرج من الجامعة كنت 65 كيلو فتغيرت كتير وبعني له هلأ بطلع على حالي ما إن الشخص اللي أنا تعودت عليه هلأ ما على الوقت تعلمت حب حالي خطى من بعد ما صحت بس في هيدا الفكرة دايما أنه منجرب الدايت ونضعف منلاقي حالنا أنه يضعفت كتير حبيت حالي هلأ كيف بس ما منقدر نضل فيها دايما فمنرجع له لحتى نرجع للصورة اللي نحنا كنا فيها قبل خاصة أنه نحنا مثل ما كنتي عم بتقولي منشوف before and after والafter عن جد منوصل له بس مرة بتذكر حتى يت بوست أنه في بعد بعد أنه في بعد بعد وبيسني بترجعي أنصح من أول مرة فهون بيصير اللوم الزيت أنه أنا لو عن جد ضلت منتبها لو عن جد حفظت على هيدا شي ما كنت برجع بنصح يلا هو شي مش منطقة أنه هي طبيعة جسمنا وقتنا نحنا كتير منحرم حالنا رح نوصل للمحال نرجع نرجع ننصح أكيد ما هي هيدا لوم الزيت أو نحنا نحس أنه نحنا اللي غلط هو اللي بيخلينا نروح ونشتري أكتر مية من مية فسقافة الدايت ما بيهمة صحتك النفسية ما بيهمة أنت شو بتفكر بحالك هي عم تعمل مصاري أكتر كل ما أنت ما حبيت حالك أكتر أو كل ما أنت لم تحالك أكتر كل ما هنه عم يستفيده أكتر فهذا الشي اللي بدهم يعملولك مثل غسل دماغ تتضلك عم بتفكر فيه وتتضلك تحسي أنه لا أنا لازم كون أضعف أنا لازم كون أضعف أنا لازم أوصل في شي بدل سقافة الدايت ما نسميه the thin ideal أو الجسم المثالي اللي هو ضعيف بس الجسم المثالي هو ما أنه شي واقع لكل العالم يعني حتى الموديلز اللي بيفرجونا لدعايات وكل هالإشي هنه 2% من المجتمع يعني أنت عم تطلع على صورة صورة المثالية اللي هي 2% من المجتمع وعم بتخلي 98% من العالم يحسوا أنه هنه مش كفاية لأنه ما عندهم هيدا الصورة ولكن مش هيدا الشي الطبيعة الطبيعة أنه نحنا في شي اسمه body diversity يعني في كل شخص عنده شكل جسم معين في عالم عنده شكل جسم حجمه أصغر في عالم عنده شكل جسم أكبر مثل كيف لون شعرنا مثل كيف نوعية شعرنا هيدا شي يعني نحنا منخلق بالجينات عننا موجود رولا أنت وعم تحكي كل الوقت هيك عم تخطر هيدا الفكرة أنه بالوقت اللي نحنا فيه دايما الناس في عندهم شخص بيوجهون وبدون يصيروا مثلوا يعني أنا كيف بده يصير مثل هيدا الشخص فيه تحديد لعن جد هيدا الصورة هل هيدا الشي هو نتيجته ثقافة الدايت بس ولا فيه عوامل تاني عم تلعب دور بصورتنا لجسمنا هي ثقافة الدايت موجودة بكل شي يعني هي موجودة بالسوشيل ميديا هي موجودة بالحكة اللي بالمجتمع يعني نحنا إذا قعدنا مع العيلة وبلشوا مثلا يحكوا عن جسم واحدة يقولوا أنه ييه جسمها شو حلو أو يقولوا أنه تؤدوا حدا حدنا هيدا سقافة الدايت بشكل غير مباشر السوشيل ميديا نحنا بس نشوف حدا ويفرجينا الصورة المثالية طبعا ونقول أنه نحنا لازم نكون مثل هالشخص أو بدنا نكون مثل هالشخص وهو يكون عم يستعمل صورته طيب يعنا شي معين كمان هيدا جزء من سقافة الدايت يعني هي هيدا السقافة موجودة بكتير إشياء موجودة حتى بالتيفي موجودة بالسيريز اللي من احدارها موجودة بحياتنا كلها يعني هي حتى هيدا السقافة بتخلينا نفكر أنه إذا حدا جسمه أضعف يعني هو قيمته أعلى عرفت صح دايما في هيدا الفكرة أنه هيدا ضعيفة يعني مرتبة يعني معلمة يعني مع مصار يعني قادرة تلبس حلو يعني قادرة تبين أكتر بالمجتمع دايما هيك من نتمن فكرة لفكرة لفكرة كتير حقيق بس هولي كلها مفاهيم يعني مفاهيم موجودة ما فينا نحن نمحية بس هي مفاهيم خاطئة أنه مين قال مين هو اللي اللي عم بقلنا أنه هيك أحسن من هيك أنه شو 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 الشي اللي بيأكد أنه هيدا أحسن من هيدا بس رولا دايما في هيدا الفكرة وإذا هيك أنه تنكون واقعين نعطي كل وجهات النظر إذا أنا هلقا بدأ قاعد أحكي وشوف الدايتشن شو بيحكوا عامة أخصائين التغذية اللي موجودين أنه في شي صحي وفي شي منه صحي بنا نكون يعني في شي بالمنطق في وزن معين بيودي لها مشاكل صحية مشاكل قلب ومشاكل مختلفة جدا بالصحة يعني ما فينا نحنا نجي نقول كل الأوزين عادة وطبيعي ومنيح أكيد لازم كل حدا يحب حاله مثل ما هو ويسعى ليحافظ على صحته بس فينا عن جد نقول أنه كل شي صح وكل شي منيح هلأ في كتير عالم بتفكر هيك بالتغذية الحادسية أنه أنا إذا عم بعمل intuitive eating يعني رح أترك حالي يعني ما حق أهتم بصحتي يعني رح أوصل للوزن اللي أنا بديه بس التغذية الحادسية هي في مبدأ من المبادئ اللي إله هو أنه نحنا نهتم بصحتنا بس بلا ما يكون في شي مطلق قبل ما أصدقت شي بس بعتقد مش كل الناس بيعرفوا ما زبوط شو هي التغذية الحادسية فيك هيك تخبريننا شوي عنا حتى لو منا وموضوعنا الأساسي بس تفسري لنا شوي أكيد التغذية الحادسية هي مثل approach بيعتمد على الاهتمام بالذات أنه نحنا بنهتم بحالنا ما بنهتم بجسمنا هو بيعتبر أنه نحنا أكتر شخص بيعرف جسمنا شو بحاجة نحنا أكتر شخص بيعرف الجوع والشبع وشو منحب وشو ما منحب it's empowering it's self empowering يعني بيعطينا كتير قوة لحالنا أنه الديتشن بدا تقلي أنا شو بيكل لا الديتشن هي موجودة تساعدني أنا أسمع على جسمي أكتر وأعرف شو الأشياء اللي بتنسبني أكتر بس أنا رح أعرف حالي أكتر من هيد الديتشن شو عم بتقلي هو مش بس عن الجوع والشبع أنه أنا عم بيكل بس جوع وموقف بس أشبع لا هو كمان بيحكي عن emotional needs لقلنا يعني نحنا حاسيسنا لأنه تعرف في كتير عالم عندهم emotional eating بشكل كبير الأكل العاطفة بشكل كبير فكمان بتحكي عن هيدا الموضوع وهي كل هيدا الأشياء من غطية بعشر مبادئ فينا إليكيهون بشكل سريع هلأ إيه أوكي سو أول مبدأ هو أنه نرفض عقلية الديت لأنه كتير صعب نحنا نسمع على جسمنا إذا بعدنا عم نلحق أوانين شخص تاني عطانا إياهون وتاني مبدأ هو أنه نحترم الإشارات الأولى للجوع لأنه كل ما نحنا منعمل دايت كل ما نحنا منبطل منسمع للجوع والشبع لقلنا ومنصير منقول دايتش نقلتلي أكل ساعة 9 بعدين أكل ساعة 12 بعدين أكل ساعة 2 فمنصير عم نلحق الورقة بدل ما نسمع نحنا جسمنا عن جد شو بحاجة وبالحقيقة ورد نحنا جسمنا معنو بحاجة كل يوم لنفس الوحدات الحرارية في أيام يمكن نعوز أكتر طاقة في أيام يمكن نعوز أقل طاقة مش دايما عايزين نفس الشي فأفضل أنه نحنا نكون عم نسمع عن جد الإشارات اللي جسمنا عم يبعث لنا إياها لأنه نحنا ملنا روبو نحنا إنسان واحتياجاتنا بتتغير من نهار لنهار حسب قديش عم نعمل حركة بس رولا هون إذا نحنا عم نقول هيدا الشي عم بسأل كشخص مش بش بس كشخص كشخص إذا أنا بيجي بقول أوكي جسمي مش كل يوم بحاجة لنفس كمية الأكل إذا أنا مثلا اليوم ساعة مثلا أنا معوادي عادة 18 ساعة سبعة مثلا اليوم على سبعة من نجواني فما رح أكل أوقات في أفكار هيكي بيصيروا بيدوروا براس إنه معني رح أكل هلأ إذا هلأ ما أكلت رح جوع على ساعة عشرة أو عشرة ونص يعني رح أكل وضغري نام فهل هيدا الفكرة كمان غلط إنه لأ ما بيكل على سبعة ويمكن ما جوع فبكون نمت بلعشة عادة هلأ نحنا بالتغذية الحادثية ما منقول عن شي صح وغلط ما في شي مية بالمية صح وما في شي مية بالمية غلط في شي اسمه جوع العملي اللي هو يعني إذا أنت عارفة حالك إنه أنا إذا أكلت ضغري ونمت رح أدايق فرح أكل هلأ لأنه بعرف أنه برتاح أكتر إذا أكلت قبل النوم بكم ساعة هيدا اسمه جوع عملي يعني التغذية الحادثية ما فيها شي ستريكت هي كتير دايناميك هي كتير حسب جسمك شو بحاجة حسب أنت شو بريحك ما في شي أنه يي أنه مني جوعاني وأكلت يعني عملت شي غلط ما في شي غلط في شي أنا ريح لجسمي وفي شي ما ريح لجسمي بس إذا كنا عم نعمل هيدا الشي لأنه منعتبر أنه هو أنون من قوانين الدايت أنه نحن إذا أكلنا بالليل يعني الأكل بالليل حينصحنا أكتر هذا مفهوم خاطئ لأنه ما في وقت أنه ما عدتنا تسكر يعني نحن حسب كل شخص يعني يمكن عن جد أنت تجوعي مأخر أنا أوقات يمكن عن جد على ساعة 11 بالليل يمكن يجي عبالي أخذ سناك وبحيث أنه عن جد جسمي طالب هيدا الشي وبيأخذ هيدا السناك من دون ما حيث أنه غلط لأنه عن جد جسمي طالبه أوكي فهيدا هي الفكرة أنه إذا أنت بريحك أكتر جاي الحافز لإلك من الراحة تبع جسمك بس إذا أنت هو قانون حدا خبرك إياه وأنت منه بأثر عليك يعني هو مثل جزء من ثقافة الدايت أوكي أوكي المبدأ الثالث هو أنه نعمل سلام مع الأكل شو يعني نعمل سلام مع الأكل يعني نعطي حالنا البرميشن أنه ناكل كل شي بدنا إياه هيدا من أكتر هيدا من أكتر المبادئ اللي العالم توقف عنده أو اللي العالم تفهمه بشكل غلط لأنه في عالم بتقوله أنه آه شو يعني أنه بيكل شو ما بدي أم تا ما بدي فبيصيروا بيكلوا كتير أكتر من جسمهم شو بحاجة وبيوصلوا لمحالة عن جد وصلوا ل أو بطلوا مرتحين أو معدتهم كتير مليات فمزبوط نحنا بدنا نعمل سلام مع الأكل وما بدنا نحرم حالنا من أي نوع أكل ولكن تير مهم كمانا نحنا نكون عم نسمع لجسمنا وعم نعمل الشي اللي بريح لنا جسمنا وهون منوصل كمانا لواحد من المبادئ اللي هو أنه نتحدى شرطة الغذاء اللي هو براسنا اللي هو بيجي بيقولك أنه آه لا ما تاكلها لا لا هيدا مش منيحة لا إذا أكلت هيك هيك لحيصير أنه كل الأوانين اللي نحنا سمعناها عن الدايت آه هن منسميهم مثل شرطة الدايت فمنحاول نحنا أنه نخفف من هيدا الصوت ونبدله بأصوات تانية يعني أصوات تانية شو بتكون بدل ما نقول نحنا أنه هيدا الأكل منيحة وهيدا مش منيحة وهيدا الشي منيح وهيدا الشي مش منيح منحاول نصير نطلع على الأمور بشكل مجرد أكتر يعني لنقول إذا نوتلا بدل ما نقول أنه النوتلا شي سيء منقول أنه هيدا أكلة بقلبها كمية سكر لنقول عالية بقلبها دهون ولكن طيبة وأنا إذا أكلت منها لقمة ما رح تعمل إشي نفس الشي إذا نطلع لنقول بالأفوكا منقول أنه الأفوكا هو بقلبه دهون صحية هو يعتبر شي طيب أنا فيني زيده على أكلي ولكن إذا أكلت كمية كتير كبيرة منه كمان رح يكون عم بأثر علي بشكل منه كتير مريح فمنشيل الليبلز أو أنه هيدا منيح وهيدا مش منيح ومنحط محلها عن جد رؤية مجردة عن الأكل وهيدا بيخلينا عن جد نعمل خيارات من دون ما نحس بالزنب لأنه سقافة الضايت خلتنا نوصل لمحل أنه مثل فيه موراليتي بالأكل يعني أنا إذا أكلت منيح يعني أنا شخص إذا أكلت صحي عندي إرادة وأنا منيح وزكي وشاطر أيوة فصارت أنه مثل موراليتي أنه أنا شخص منيح وأنا إذا أكلت شي منه صحي يعني صرت شخص سيء فهيدا المبدأ هو بساعدنا أنه نحنا نتخلص من هيدا الأفكار لأنه مش الأكل هو اللي بيخلينا نكون شخص سيء أو شخص منيح المبدأ الخامس هو أنه نحنا نحس بالشابة على إلنا وتنحس بالشابة على إلنا أكيد بدنا نكون عم ناكل على مهل نكون عم ناخد بريكس نحنا وعم ناكل ونطلع من فكرة أنه نحنا لازم نخلص الصحن لأنه هيدا الشي من نحنا وصغار أهلا لأ بدكن تخلص الصحن لأ لازم يخلص الصحن نكون نحنا يمكن عن جد ما بق بدنا فصارت مثل عادة عنا مثل بيقوله autopilot mode يعني طالما في صحن قدامي بدي خلص كل شي فهوني منصير نعمل connection أكتر أو منتواصل أكتر مع عن جد أمتى نحنا عم نشبع في شي بيكتبين نورو وميفق على هيدا سادس مبدأ هو أنه نحنا نكتشف الرضا بالأكل يعني ننبسط بالأكل اللي عم ناخده الأكل نحنا منحبه وأنا بعتبر هيدا من أهم المبادئ لأنه طالما أنت عم تاكل شي بتحبيه أو عم تعملي شي مبسوطة فيه ليش بدك توقفي؟ نعم خلص ما أنت مبسوطة أنت مرتاحة وبس تكوني عارفة أنه أنا رح أكل وجبة أنا بحبه وحق أمسط بتعمتها حيخف كتير عندك الرغبة بالأكل التاني بالسناكس بالوجبات الخفيفة حتحس أنه خلص ما أنا حأكل شي بحبه ميامي عفكرة هيدا أنا يعني من وجهة نظر خصائي نفسية دا الأولى أنه عن جد الأكل فيه لزة هيدا فكرة أنه ربطونا الأكل بأنه عم تعملي جريمة كتير شي بشيع يعني عن جد الأكل عن جد بيعطي لزة ما بقى فينا نربط الأكل بشي سلبي ليش كل ما بدي أكل بدي أحس أنه بس خلص رح أعمل سبار بس خلص رح أعمل خلاص عادة نبسطة كله وسطحتين على قلبك وبس تقلق ليش هيدا الفكرة دايما الخوف من رابطينه بالأكل يعني هو لزة يعني هيا لزة أنا عنديها ليش أنا بدي أربط لزة بشي سلبي هيدا سقافة الدايت لأنه بديك تفكري أنه أنا إذا أكلت زيادة لازم أروح أعمل ديتوكس لازم أشتري الشاي لازم أعمل سجل ما بعرف بهيدا الجام يعني بدي أياك دايما تحس أنه لازم أدفع لازم أشتري لازم أعمل هيدا الشيطة وصل لشي معين بس مثل ما قلت يعني اللزة بالأكل هي حق من حقوق الإنسان أنه كل حدا بيحق له يمبسط بالأكل من دون ما يحس بالزنب يعني ما أنه جريمة ما أنه شي غلط نحنا عم نعمله وبالعكس إلنا حق وهون بنوصل كمانا أو الأكل العاطفي أنه في عالم بتحسسك أنه ما لازم تأكل بشكل عاطفي أبدا أبدا بس أنه الأكل هو شي عاطفي هو الأكل والأحاسيس لإلنا كتير مترابطين يعني نحن أوقات مثلا بيجي عبالنا شي بيذكرنا بالطفولة لأنه بدنا نحس بيكمفرت معين أو عيد ميلاد حدا بدنا نحتفل معه أو اشتقنا ل مثلا إذا شخص مسافر اشتق لبلده بده يطبق طبخة من بلده فالأكل هو عاطفي ومش دايما شي سيء يعني بس بس نحن نصير نتعامل مع أحاسيسنا دايما بالأكل 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 وما نحل المشكلة الأساسية هون بيصير بيأثر على جسمنا وبيأثر علينا بشكل سلبي لأنه ما عم نحل الإحساس اللي هو عم يزعجنا فاللي مننصح فيه هون أنه نتعامل مع أحاسيسنا بلطف ما نكون أعسين على حالنا نحاول نلاقي طرق تانية إذا نحن نتعامل مع هيد الأحاسيس غير الأكل تنوصل لمحل نحن مرتاحين أكتر وأنا دايما بقول أنه مش يعني قبل ما نقول أنه الأكل العاطفي هو شيء سيء خلينا نشوف كيف عم بيأثر علي إذا ما عم بيأثر علي بأي شكل سلبي لا على صحتي ولا على حياتي طبيعي أكل بشكل عاطفي من وقت للتاني ما أنه شيء غلط أو سيء وشيء تاني كمان بدي أقوله أنه في كتير دعم يتشهد قول قول نشوفهم مع احترامي للكال أنه بصيروا بدون يحكوا على الأكل العاطفي بقولوا أنه إذا بتكون تاكلوا ايموشن بدل ما تاكلوا شوكلت كله تفاحة أو كله شيء صحي أكتر أو هيك الفكرة أنه وقتا نحكي عن الأكل العاطفي المشكلة هي مننا الأكل يعني نحنا بدنا نكون عم نشتغل على الإحساس مش على الأكل مش هيدا الشيء اللي نحنا بدنا نركز عليه تعرفي رولا مرة جربت أعمل هيدا طبعا أنه إذا أجعب لي شوكولات أكل تفاحة فأنا بتاكل أول تفاحة ما بيمشي الحال تب ليمونة تب موزة تب خلاص رح أكل الشوكولات بتكون أكلت يعني تايمس فور الشيء اللي أنت بديك تاكله أنه خلاص كانت نقضيت بحبة هالشوكولات وخلصت أنه أكلت عشا من جديد يعني فأدي عن جاد أوقات لأ عن جاد تسمعوا لجسمك كله هيدا الشيء الصغيري اللي عبالكن بس أكيد مثل ما عم بتقولي مش يكون في هيدا الإفراط لدرجة أنه أنا ناسي شو المشكلة وبس عم باكل 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 كل الوقت بس إيه أنه ليه بدي باديل خلاص عبالي هالشيء أي واللي بيصير اللي عم تحكي عنه بيصير مع كتير من العالم أنه مثلا بيجي عبالهم شوكولات بيقولوا لا لا ما هيخد شوكولات لأنه شوكولات هو سيء بروحوا وبروح أنه خلاص أنهم ما رح يأكل شوكولات بيصيروا بيأكلوا أشياء تانية بعدين بس تصير الرغبة لقالهم للشوكولات قوية كتير ما بيأكلوا شوكولات واحد خلاص بيصير أنه مش للسوبر مارك ايه بيصير أنه بدون يأكلوا عشرة شوكولات وهون بيصير العلاقة السلبية مع الأكل اللي هي مش عم تخلينا نكون صحيين أكتر بالعكس هي عم تخلينا أنه نحن أول شيء صحتنا النفسية عم تتأثر وحتى صحتنا الجسدية عم تخلينا يكون عنا هيدا الأفراط بأكلات معينة اللي هي ممكن تأثر على نحن كيف عم نحس وتأثر على صحة جسمنا بعد في عنا ثلاث مبادئ ثالث ثامن مبدأ هو عن احترام الجسد وهيدا شوي بيفوت بالموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل لأنه بالتخزي الحادثية ما منحكي عن حب الجسد لأنه حب الجسد لكتير من العالم هو شيء كتير بعيد أنه طب ما أنا ما بحب جسمي أنه بتقولي له هولي love your body بقوله على السوشال ميديا حب وجسمكم حب وجسمكم أوقات عن جد فيه أشخاص بمرحلة ما قادرين يحبوا جسمهم فالأفضل بهالمحال نحن أنه نحترم جسمنا حتى لو أنا مني مرتاحة مع جسمي بس ما أحكي معه بشكل سلبي يعني ما أقول أنه لنقول بكره جسمي قول أنا مش مرتاحة مع جسمي أو ما أقول إجري بشعين قول أنه أنا مش مرتاحة مع شكل إجري اليوم بس هني ما بيعرفوا عني فكيف نحن فينا نكون عم نحترم جسمنا حتى لو نحن محبينه لأنه مثل العلاقات يعني أنت أوقات يمكن فيه شخص ما تكون كتير بتحبيه بس أنا ما فيه احترام بيناتكن فيكن ضلكوا أصحاب بس إذا فيه قلة احترام أو فيه حكة سلبة بيناتكن ما حتقدر تكونوا أصحاب وما حتقدروا تتواصلوا والجسم بحسب الأشياء اللي بتقيله إياها يعني إذا أنت كل الوقت عم تنتقد 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 جسمك ما رح يكون عم يتواصل معك وعم يبعط لك الإشارات لا حيساعدك لتوصل إلى الشي اللي أنت بديك فيه عالم ممكن إذا قلتلهم حبوا جسمكم يسمعوا هيدا الشي بيكونوا هني بمرحلة قادرين يسمعوا هيدا الشي بس فيه عندك أشخاص إذا قلتلهم حبوا جسمكم بالعكس لح يهربوا لأنه هني منهم بمرحلة قادرين يحبوا فيها جسمهم مش جاهزين مش جاهزين لهالشي فمنبلش بالاحترام ومن بعد الاحترام بيجي التأبل ومن بعد التأبل بيجي الحب حلوة ففي حتى أشخاص وردة يمكن يعيشوا كل حياتهم هنه محترمين جسمهم يمكن ما يوصلوا له محالة يحبوا جسمهم وهيدا كفاية هنه يكون عندهم علاقة إيجابية مع جسمهم تسع مبدأ هو عن الرياضة أو الحركة أنه ما نكون نحن عم نعمل الرياضة تنحرق كالوريز أو بس نوصل لشكل معين أنه الرياضة اللي عم نعملها تكون شي نحن منحبه وبريحنا ونحس بالفرق بس نكون عم نعمل هيدا الحركة وهي فيها تكون حيالة شي يعني مش ضروري نحن بس بالجيم أو بس نعمل weight training أو نحمل وزن هؤقت يمكن يكون ماشي هؤقت يمكن يكون يوغا هؤقت يمكن يكون حيالة شي نحن عن جد بيبسطنا وآخر مبدأ هو عن الصحة وهو أنه يعني نحن نعطي إيميل لصحتنا بس من دون ما يكون عنا أي أنون مطلق يعني نحن بالتغذي الحدسية ما منقول never ما منقول should ما منقول always ما في شي دايما لازم نعمله ما في شي أبدا ما لازم نعمله وما في شي لازم نعمله رولي أنت وعم تحكي عن هيدولي عم فكر بأشخاص كتير أوقات بيحكونا على السوشيل ميديا بسبب جسمهم يلي هني منهم راضينا عليه أو يمكن لأنه في عندهم زيادة وازن حسب ما المجتمع بيعتبر ما قلهم قلب ولا يروحوا عند أخصائي نفسي لا يحلوا المشاكل النفسية ولا يروحوا لعن طبيب لا يحلوا المشاكل الصحي لأنه كلهم بيقولون لازم تضعف بدك تضعف بعدين من نشوف شو بدنا نعمل فبتلاقيهم عم بيزيدوا عم بيصيروا يأكلوا أكتر يفشوا خلقهم بالأكل وما عم ياخدوا ولا خدمة هني بحاجة لقلب فشو المشكلة هون؟ هيدا الشي من سميه ويت ستيجما لأنه سقافة الديت اللي عم تعمله هي أنه عم تعمل تهميش لهيدا الفئة من المجتمع لهني فيه أوقات منهم خلقوا أو بجيناتهم هني عندهم جسم أكبر أو يمكن مرقوا بظروف معينة خلت وزنهم يزيد فكل هيدا الأشخاص أنت بس تجي تقولي لأنه الحل الوحيد أنه تضعف تا أنت تكون صحية أكتر كثير منهم لح يهربوا ليش؟ لأنه بيكونوا مجربين دايت من قبل ويكونوا ضغطين على حالهم أنه أنا بدي جرب هيدا الديت وبدي أضعف ويمكن هيدا الشي ما زبط معهم أو ما حسسهم بشيء إحساس إيجابي لأنه مثل ما قلتلك معظم الديت عم بيحسسونا بحرمان عم بيأثروا على صحتنا النفسية فلي بيصير بهالحالة أنه ما بيهتموا بصحتهم وهيدا التهميش للأشخاص اللي أجسامها أكبر عم بيأثر على صحتهم بشكل كتير سلبي أكتر من وزنهم الزيت لأنه إذا هني حاسين أنه المجتمع متقبلهم وإذا هني حاسين أنه الأخصائيين طبعا التغذية أو الأخصائيين النفسيين عم يعطوهم حلول تانية غير خسارة الوزن حيروحوا وحيلاقوا حدا يساعدهم وراح يكونوا عم بيتقدموا بصحتهم أو بنفسيتهم ولكن إذا الحال الوحيد كان خسارة الوزن وخسارة الوزن ما أنه سلوك يعني أنت بتقولي لحد أخسار وزن طب ما شو بدي أعملت أخسار وزن فمنه سلوك فعل اللي بنشتغل عليه في شي اسمه wait inclusive care أنه الصحة بكل الأحجام أنه نحنا بدنا نشتغل على الصحة بدنا نشتغل على عوارد معينة بدنا نشتغل على سلوك معين وهيدا السلوك حتى ما بيكون مطلق يعني ما بيكون أنه كل الوقت بدي يكون هيك لا بيكون فيه نوع من الفلكسبلتي فيه لأنه نحنا إنسان نحنا منا روبو وهيدا الشيء أكيد اللي حيخليهم يكونوا صحيين كتير أكتر ويمكن حتى فيه شغلة في دراسة عملت أنه فيه أشخاص ما تغير وزنهم ولكن بس غيروا سلوكهم بالأكل وبالصحة بشكل عام المؤشرات تبع الصحة اللي قالهم تحسنت يعني الكوليستيرول عندهم تحسن السكر عندهم تحسن إشياء فحوصات الدم عندهم كلها صارت أحسن وهيدا فيه يعني العالم اللي عم تسمعنا كمان فيهم يعملوا ريسورتش على لأنه هيدا كتاب كتير مشهور وابروتش كتير مشهور وفي كتير عالم عم تبلش تستعمله هلأ لأنه فعال أكتر وإنكلوسيف أكتر ما عم بيهمش أي فئة من المجتمع تانكيو كتير على كل المعلومات حبي هيك نقطع على السريع على أفكار كتير شائعة عن صورتنا لجسمنا إذا بس فيك تساعدين تقولي إذا هننا صحيحين أو يلا أول واحدة هل عن جد الضعف هو علامة الصحة الجيدة؟ أكيد لا لأنه كل حدا مننا خلق بوزن معين وحتى في دراسة يعني نحنا إذا بدنا نشوف البي أم آي أو مؤشر الجسد اللي هن بقولوا أنه هيدا جسمه نورمل وهيدا جسمه أوفر ويت وهيدا جسمه عنده وزن زيد عملوا دراسة وكان الأشخاص اللي عندهم وزن زيد كانت صحتهم أفضل من الأشخاص اللي كانوا بالوزن الطبيعي فالصحة هي مننا متعلقة بالوزن في كتير ناس مسمعون أنه بس أضعف أو مثلا بس صير على وزن المثالي رح صير واسئ من نفسه ومبسود حقيقة هيدا مفهوم كتير 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 موجود وكتير بشوفه عند الكلاينت ودايما أنا بست حدا يجي لعندي أكيد بيجي لعندي كتير عالم بيقولولي أنه أنا مع التغذية الحادثية بس أنا بدأ أضعف فبحاول هوني أحكي معهم لأنه كل حدا إذا عنده ديزاير معين أو عنده رغبة معينة يعني هيدا الشيء موجود يعني نحنا بدنا نحكي أكتر ونشوف ليش هيدا الشيء موجود فبسألهم ليش بدكم تضعفوا أول الأمور اللي بيقولولي إياها أنه بدي سير واسق بنفسي أكتر وهذا الشيء اللي بتبيعنا إياه سعفة الدعاية كمانا بنرجع لنفس النقطة أنا بتفارجينا أنه بس تجدعف الشخص عنده سعب حاله بيصير ناجح أكتر بيصير مبسوط أكتر ولكن أنا بالعيادة بهالسبع سنين اللي اشتغلت فيها شفت أشخاص مرقوا بكل الأوزان يعني كان عندهم يمكن وزن زيد ويمكن بعدين وصلوا لمحال وصلوا للأنوركسية أو اترابات الأكل وبكل المراحل ما كانوا حاسين لا بالسعادة ولا بالسئة بالنفس فالسئة بالنفس هي مخصة بشكل معين السئة بالنفس هي الشيء نحنا بنشتغل عليه بيننا وبين حالنا والسعادة نفس الشيء الوزن الميسالي عن جد موجود ما في وزن ميسالي في وزن بيولوجي لأنه كل شخص مننا خلقت يكون عنده وزن معين وهيدا الوزن البيولوجي يعني العالم يمكن بتعرفه بس أنه مثلا تعمل ضايت تضعف ترجع بس توقف ضايت تطلع ترجع تصل له هيدا الوزن البيولوجي اللي نحنا إذا ما كنا عم نعمل افرت أو إذا كنا عم نطبق التغذية الحادسية الإشياء اللي حكينا فيها قبل شوي توصل لهيدا الوزن البيولوجي من دون ما تركز عليه بس هو بيختلف من عمر لعمر يعني أنا فيكون مثلا هلأ بهيدا العمر الوزن الميسالي مثلا هو وزن البيولوجي هو ستين بكرة يصير خمسة وستين مثلا بعد كم سنة أنا مثلا شخصيا وزن البيولوجي تخير بس كان عمرة منطاعش لهلأ في دايما هيدا الفكرة أنه الجمال عنده معايير معينة أنا برأيي شخصيا أنا ما في معايير معينة للجمال وأنا الجمال ما بشوفه كتير يمكن بس بالشكل بشوفه أكتر بطاقة الشخص بشي اللي عم بيقدمه بتأثيره على المجتمع ما بعرف أنت واردة شو رأيك بهالموضوع أنا دايما بشوف أنه عم بينحطهم مجددا هيدول المعايير والسوشال ميديا عم بتحفزهن كتير لنفس الفكرة طبع ثقافة الدايت بس بطريقة تانية يمكن حتى كمانا نوصل لنبيع البروداكت طبع التجميل والميك أب وكل هيدولة وهلأ بعتقد كمانا يلي زاد كتير هيدولة هنا الفلترز على إنستاجرام لعبوا دور كتير كبير إنه خلاص الفلتر بيكبر لك شفافك بيعمل لك خطوطك هيك بيعمل لك حناكك هيك عيونك لازم يكونوا بهالقياس وحواجبك بهذا عن جد عم يرجعوا يعززوا هيدا الفكرة كتير يالي أنا كتير 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 ضدها فبعطي إدراقية كتير واضحة في الموضوع أنا وقعد بالفخ تبع الفلترز لفترة صرت حس إنه إنه بده أطلع على ستوري بحط الفيديو بلا فلتر بحس في شي غلط ستبحث إنه لازم حت فلتر لوقت ما انتبهت على حالي ووقفت استعمل الفلترز اللي بتغير شكل الوج يعني اللي بتكبر العيون اللي بتحط ميك أب اللي بتغير شكل المنخار اللي بتكبر الشفاف صرت حت الفلترز بس اللي بتغير اللايتينج وهيدا الاشياء يعني كان هيدا الشي يزبديك واقعي أكتر للأشخاص اللي عم تابع تعرفي أنا أبدا 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 على البيج عندي وما فيه ولا نقطة فوتوشوب ما فيه ولا فلتر ولا هيدول اللي بيغيروا اللون ولا اللي بتستوري الستوري بيخلوك تغيري إذا أسود أو أبيض أو هيدول كمان هيدول مبعوذون أبدا 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 والفكرة كانت منهم مرة كنت قاعدة مع حدا يعني رايبيني صغار وبتذكر واحدة قالتلي إنه أنا ما بحب شوف صورتي إلا وقتا بيكون هيدا الفلتر علي فهيكي مثل أكلت هيدا الصدمة إنه لا لازم لازم أنت بالواقع منك مثل هيدا الفلتر ولازم نكون عم نطلع من هيدا الفكرة أنا بس بحب حالي مع هيدا الفلتر فمن وقتا عم نضيح شوي عالموضوع آه لأ بس يعني اللي عم تحكيه هو كتير كتير حقيقة لأنه بيخلوك تحسي أنه منك حلوة كفاية بحاجة للفلتر تتكون حلوة وهيدا المعايير كمان بتتغير من وقت للتاني يعني إذا بتشوف معايير الجمال بالستينات غير معايير الجمال هلأ صح فهي بتتغير حسب الماركت 100% طب ذكر بس فكرة سريعة لنقول عن جد قد القصص بتتغير كارول سماحة من زمان كان عندها الحنك اللي هو عريض ورفعته هلأ رجع درجة العريض فبتطلع أنه هي كان عندها هلأ بطل عندها هلأ رجع فيها ترجع لأ قبل ما سمو بقف فيها فهيدا فكرة عن جد كتير مهمة نحكي فيها المعايير بيتغيرهم اللي المجتمع بيحطهم فما لازم نلحقهم بعد كم واحدة بس من الأفكار اللي كتير شائعة حكينا كتير أنه نحن معنا سيطرة كاملة عن شكل جسمنا فما رح أسألك عنها بعتقد كتير لتيا الأفكار التانية اللي كتير كتير من نحكي فيها أنه اللي بيخسر وزنه برافو شاطر وعنده إرادة بس اللي بيزيد وزنه هو إنسان فاشل فقدي هيدا الشي بيأثر كتير كتير بيأثر وحتى في شغل اللي مرة حلتيتها على البيج عندي أنه ضعفاني is not a compliment أنه ضعفاني منه إطراء منه شيء أنه شيء منيح دايما أنه نحن إذا شفنا حدا أنه إيه ضعفاني أنه هيدا الشيء إيجابي لأنه أوقات كتير وأنا بعرف الأشخاص اللي بيشتغل معهم اللي عندهم إطرابات بالأكل هيدا الكومنت هو اللي بيخليهم يفوتوا بالإطرابات أكتر وأكتر وأكتر لأنه المجتمع بيحسسن أنه هن نجحوا أو هن عملوا شيء إيجابي إذا هن ضعفوا بس بكتير من الأوقات قلنا الضعف هو ممكن يكون عم بيأثر علينا بشكل سلبي وممكن أوقات يمكن شخص يمرض ولأنه مرد يضعف أو شخص زعلان ولأنه زعلان ضعف فمنه دايما شيء إيجابي وأوقات عن جد زيادة الوزن هي شيء تخلينا نكون عم نعيش حياة مليانة أكتر ممكن تكون عم تخلينا نعيش من دون هوس نعيش من دون ما نحنا عقلنا يكون مشغول كتير بالوحدات الحرارية وبي شو بدي أكل وبيشو الأشياء اللي أنا لازم أعملها ويكون عم بيركز أكتر على شو الأشياء اللي أنا عن جد بتسعدني شو الأشياء اللي بتخليني أكبر شو الأشياء اللي بتخليني يكون اللي عندي شغف لا إلا فمش دايما هو فشل أكيد رولا دايما في هيدا الفكرة إنه أنا إذا بحسسه بالذنب وبحسسه إنه ولولك كيف صاير وولولك كيف أنه أنت ما كنت هيك ومش لي بقلك وليك تيابك ما عم بيفوتوا فيك ومنجبلوا للولاد تياب أصغر منهم لحتى يتشجعوا ويصير يفوت فيهم لتياب ده هيدا الشي ممكن يأثر على الولد أو على هذا الراشد في كتير عالم بتفكر إنه هيدا الشي بيحفز بس بالحقيقة بيعمل العكس وفي مثل كتير بحبه لهو إنه يعني ما فيكن تكرهو حالكن لتوصل لنسخة أنتو بتحبوها إذا بلش الموضوع من كرة رح يكمل بنفس الطاقة اللي هي منها كتير بنائة بس بس تا يبلش من كمباشن بس تا يبلش من احترام من حب من الإحساس بالحرية رح يكون عم بيوصلنا لمحل كتير أحلى وكتير بشكل كتير بناء أكتر فحتى ما بعرف يعني في كتير عنا بيقوله أنه أنا إذا كانت لطيف مع حالي ما رح أشتغل بس أنا كتير ضد هيدا المثل لأنه أنا شخصيا بس كون قاسي مع حالي ما بشتغل أنا بس كون قاسي مع حالي إذا حسيت بالزنب أو حسيت بضغط أو هيك خلص ما بقى بشتغل بصير بحس أنه حدا جابرني وبس كون لطيفة مع حالي وعم بسمع حالي وعم بمشي مع البيس طبعي بلاقي حالي كتير عم بشتغل أكتر وعم بشتغل بسعادة أكتر صح صح رولا بحس فينا نحكي شي ثلاث تيام عن الموضوع ما بيخلال بس فيك هيك تعطينا النصائح أخيرة للشخص إذا حابب يبني مثل صورة إيجابية أو يكون عم يحترم جسمه أكتر أكيد أول شي بقوله خصوصي أنه هلأ كلنا صرنا على السوشيل ميديا أنه إذا فيها يلا أكاونت على السوشيل ميديا بتلحقوا بس تطلعوا بالصور بتحسوا أنه أنتوا بتكون تغيروا من حالكنا أو بتحسوا أنه أنتوا منكن كفاية عملوا ميوت أو انفولو لأنه منا بحاجة لهذا الطاقة نحنا كل يوم نكون عم نشوفها وشو ما كان الشخص واعي رح يكون فيه تأثير على العقل الباطن اللي إلنا وأنا لحظتها من حالي يعني أنا قديش أنه مختصة بالتغذية الحادسية وهيك إذا كل يوم على السوشيل ميديا عم شوف كونتنت عم بيخليني حس أقل عن حالي أكيد رح يأثر علي بشكل أو بآخر فخلينا نعمل مثل ديتوكس الفيد على الإنستغرام لإلنا والنق الأكاونت اللي عن جد بتخلينا نكون مرتاحين أكتر مع جسمنا تاني شغلة بقوله فكرة أنت قلتيا هلأ أنه منصير نشتري تياب أصغار أو منترك تيابنا القديمة نحنا نتشجع أنه نلبسهم اللي بنصح فيه هو أنه نلبس تياب مريحة ومنحبة والتياب اللي هي ما بلساعد علينا أو تياب اللي هي صغيرة أو اللي بتحسسنا أنه لأ أنا رازم أدعف تقلبسهم نحطهم على جنب لأنه هيدا الشي بيحت ضغط علينا وبيخلينا يعني هيكي نحس أنه صورة الجسد اللي إلنا ملنا كتير شي نحنا راضيين عنه وهيدا الشي أنا عملته من فترة رحت واشتريت جينس أكبر وما بتدقي وردي قديش هيدا الشي أثر علي بشكل إيجابي أثر على صورة الجسد اللي إلي بشكل إيجابي وريحني لأنه بخلال فترة الثورة لا هلأ كل الأشخاص اللي بلبنان أكيد يعني دي ريليت أكيد مرقوا بي إشياء صعبة حياتنا بطرت نفس الشي وهيك فأنا تغير شكل جسمي بهيدا الفترة فكنت ما كتير عم بلبس للجينسات لإلي لأنه حس مني مرتاحة فيهم فبس أشتريت جينس مرتاحة فيه حسيت أنه آه أوكي هلقدل الموضوع بسيط وخلص مش بالعكس أنه ما رح أشتريت ياب لأضعف هيدا الفكرة قدي بشعو قدي بضل أنا بضل براسة كتير أنه ما رح أشتري اليوم بس أنه خلص وصلت للمحال أنه أنا بطلت ألبس 34 مثل قبل خلص هيا لأربعة وثلاثين ماله ما بغي يزول ما علي إذا أشتريت 36 أو 38 وهو ليكي أنه الرقم طبع القياس كمانا بيتغير من محل لمحل كمانا بيتغير من براند للتاني فما أنه رقم يعني أنه دقيق مثل الرقم على الميزان نفس الشي يعني ما ما بيعرفوا عننا أو عن قيمتنا الزيتية شكرا كتير شكرا لألك وردي أنا كتير مبسطة معك اليوم وإن شاء الله يكونوا اللي عم يسمعونا عم يستفيدوا من هيدا الموضوع إن شاء الله شكرا كتير لكل اللي يسمعونا بيهمني كتير قول إنه مهم دايما نسمع على جسمنا مثل ما كانت رولا عم بتقول لازم نتعلم إنه نحترم حالنا بكل الصور يلي ممكن نشوف حالنا فيهم صعب كتير مع الجو يلي نحنا عايشين فيه مع الضغط يلي المجتمع بيحطه علينا ويلي ثقافة الدايت بتحطه علينا بس صار وقت إنه نحنا نقرر شو هي صورة جسدنا ونحنا كيف بدنا ننظر لحالنا لقونا بحلقات جديدة بالسنة الجديدة باي ترجمة نانسي قنقر